الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التغرى توليها ماجين من قبل دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآلات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو من تقام إن الله لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يجاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخره تشابهات فأما الذين في قلوبهم سيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والناصخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوغاب ربنا إنك جامع الناس ليروب الله غيب فيه إن الله لا يخلف البيعاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ومن أظله ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إما جعلنا لأ قلوبهم لكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصروق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التغرى توليها ماجين من قبل دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآلات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الله لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يجاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخره تشابهات فأما الذين في قلوبهم سيقوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس إنك جامع الناس ليروب لا غيب فيه إن الله لا يخلف البيعاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله بشيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ومن أظله ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إما جعلنا لأ قلوبهم كنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التغرى توليها ماجين من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآلَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُمَّاتِقَامٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْي شَيْرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يجاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخره تشابهات فأما الذين في قلوبهم سيقون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والناصخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ربنا لا غيب فيه إن الله لا يخلف البيعاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله بشيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ومن أغله ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إما جعلنا لأ قلوبهم لكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا